السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعة 5 حزيران يونيو القمر الآن موجود في برج الثور وفي ساعات الصباح الساعة ثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش رح ينتقل القمر للجوزاء ورح يظل موجود بالجوزاء لغاية الساعة 12 واربعين دقيقة من ظهر يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش القمر الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة طبعا موعد بث الحلقة نتكلم له مساء يوم الثلاثاء المنزلة الدبران هي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر رح يظل في هاي المنزل لغاية الساعة 6 ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيتش يعني بعد بث الحلقة تقريبا من ول بأربع ساعات بعدها بنتقل القمر لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة اللي هي منزلة الهقعة لغاية الساعة 3 و55 دقيقة من عصر اليوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول القمر زي ما حكينا هو موجود في برج الثور لغاية ساعات الصباح بمنظل أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراع عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 8 و8 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش اللي هي ما قبل خلو المسار هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كلفا والديكور والتجميل خلو المسار رح يبدأ الساعة 8 و8 دقائق صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة 8 و35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 8 و35 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش خلاص القمر بانتقل وبيستقر في برج الجوزاء عشان هيك منبدأ نشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق الوعد أو كلمة قال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي أما بالنسبة للزاوية التي تليها لها بعد الانتقال مباشرة عندنا زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة 11.45 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 12.49 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص دوي النفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون الساعة 4.49 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بتزيد من ثقتنا بأنفسنا وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عملية جراحية إلا إذا كانت اضطرارية لعلها طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنبيب الشعب الهوائية الريئتين الوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية للأعضاء اللي ما ذكرناها طبعا الأعضاء اللي ذكرناها إذا كانت إضطراري ما في أي مشكلة لأجراء العمليات الجراحية لأن القمر الآن في مراحل الاختفاء فما في أي مخاطر على النزيف ولكن أنا بنصح دائما أنه لما بذكر هاي العضاء أنه ما يصير لها عمليات جراحية هذا اليوم مناسب أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزاد بالليزر أو بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصفغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا لما يكون القمر موجود بالجوزاء خلو المسار القادم ما رح يكون يوم الجمعة بيبدأ الساعة 12 و 15 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش وبينتهي الساعة 12 و 40 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 27 يوم الآن الساعة 11 و 12 دقيقة فجرا فجر هذا اليوم نبدأ باليوم 28 نسبة الإضاءة 0% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 26 سعيدة بنسبة 30% الآن ساعات المساء سعيدة بنسبة 70% القمر في الثور ورح ينتقل للجوزاء زي ما حكينا ورح يضل لغاية يوم الجمعة سعيدة الآن بنسبة 70% ساعات العصر سعيد بنسبة 100% عطارد في الجوزاء حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 30% الآن ساعات الظهر سعيد بنسبة 70% الزهرة في الجوزاء حتى يوم 17-6 منتحس بنسبة 10% المريخ في الحمل حتى يوم 9-6 سعيد بنسبة 15% والمشتري في الجوزاء حتى يوم 19-10 منتحس بنسبة 10% وزحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% ورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدولو بيتراجح حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً ما زالت الأجواء جيدة بتحمل فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم أو ممكن انك تعلجوا استحقاق مالي ولكن يعني ممكن يكون في زيادة في المصاريف أو صرف الأموال حاولوا قدر الإمكان تقللوا من مصاريفكم أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبصير هذا اليوم يوم مناسب للقروج بنزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حاولوا أنكم تكونوا عنصر إيجابي لأنه اليوم مميز جداً بالنسبة لعلكم وهذا يوم ممتاز جداً للمصالح والتسوي ولتكرار المحاولات السابقة أهم شيء أنه ما تستسلموا وحاذروا من السرعة وسوء التفاهم عند الحوار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط من الآن وحتى ساعات الصباح وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة يتدعم من مركزكم الاجتماعي في ساعات الفجر بيبلش شوي الأجواء تتغير بصير في تفكير مالي من ساعات الصباح بيصبح يوم بيحمل معا فرصة مالية بتكون مفاجئة أو بتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالأمور المالية ممكن تحصل على مكاسب من عمل إضافي مستردات، هبات أو ممكن تعالج مسائل إدارية وتمولية بتتطلب توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا الضغط ما زال موجود على المستوى النفسي والصحي فما تبالغوا بمجهودكم الجسماني إنجزوا مبغسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم من الآن وحتى ساعات الصباح كل ما اقتربنا لساعات الصباح بتبدأ الطاقة تتغير بشكل إيجابي من ساعات الصباح تصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي طبعا راح تبدأ مرحلة جديدة فترة مميزة واستثنائية والجو يعني بدفعك باتجاه إنك تبذل جهد لبلوغ التفاهم أو المكاسب وحاول إنك تأخذ المبادرة وكون شجاع برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن حاول قدر الإمكان تضبط عصابك من سوء تفاهم أو من خلاف ما بينك وبين أحد معارفك من ساعات الصباح بتبدأوا فترة بتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم لأن القمر أصبح في بيت المتاعب فلا تراهنوا على الحضوض ممكن تعانوا من الركود ومراوحة المكان وما تجازفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار بتكون مشوشة والظروف مخيبة فعشان هيك حاول أنك تعمل بشكل روتيني برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم طبعا هذا الأمر رح يستمر لغاية ساعات الصباح وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين من ساعات الصباح بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجعكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتي رغم كثير من الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتعييد وهي فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بيظل الأمور الاتصالات الخارجية أو مع الأجانب أو الامتحانات أو المراسلات والاتصالات موجودة حتى على المستوى العاطفي ورغبتكم بالبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بتظل غاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد تدخلوا بفترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني الاجتماعي ولكن ممكن يكون فيه قلق حول أحد أفراد العائلة أو ممكن يتواجه مسئلية أو عبء مهني أو لا ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام متقلب ولكن أنا شايف أنه فيه كثير من الإيجابية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيظل فيه فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض تستمر لغاية ساعات الصباح وصحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أما من ساعات الصباح وما بعد هنا الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن يصلكم خبر من خارج البلاد وبتنجحوا بالسفر أو ما يتعلق بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وممكن تفرحوا بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بظل الجو مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أو تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ولكن بالظل العصبية موجودة فما بنصح باتخاذ قرارات حاسمة ولا العصبية ولا تدخل بأي نقاش أو خلاف من ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة مناسبة لمكسب مالي له صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك أو ممكن تفكر في نوع من تأمين مستلزماتك أو مدخراتك أو تأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور بمطالبة حقوق لإلك قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت لك إزعاج وعدوات بالفترة الماضية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل اللي أنتوا حسيتوا فيه بالأيام الماضية والآن القمر بتتجه لمقابلتك إلا أنه ما زال برضو بإمكانك إنجاز بعض الأعمال أهمش أنك تنظم جدول تأخذ قسط من الراحة وتحاول أنك تكون مرن مع زملائك بالعمل وانتبه للصحة أهم شيء أما من ساعات الصباح فهنا بصير اليوم هذا مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج وأيضا حاذر الإنفعالات اليوم لأنه بيصعب التفاهم معك ممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر أو ممكن تظهر مشاكل طارئة كون صبور ما تتدمر لأنها أي فترة خالية من الحظ برج الجديد بالنسبة لما وليد برج الجديد طبعا من الآن ولا غاية ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وأيضا تقارب من الأبناء أو فرحة أو مناسبة أو ممارسة نشاط فني أو هواية بظل الداء الحظ داعم لا إلك أما من ساعات الصباح ورغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة على إنجاز حصة الأسد من أعمالكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والأرباح وراقبوا وضعكم الصحي ممكن يكون في قلق مهني لدى البعض بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية من الآن وحتى ساعة الصباح الأجواء جيدة ولكن ممكن يكون في حدث طارق معين يعني يلفت الأنظار أما من ساعات الصباح وما بعد بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش أنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات وبترغبوا في استكشاف مناطق جديدة أو ممكن يتميلوا للسفر أو ممارسة هواية أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء رومانسية وفي بعض النجاحات ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد الأحبة برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات من الآن وحتى ساعة الصباح وبظل الجو مناسب للخروج في نزهة أو للتواصل مع أصدقاء أو إخوة أو جيران بالأجواء جيدة حتى على المستوى العاطفي من ساعات الصباح وما بعد بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية أهمش أنه ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأدائكم وما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالإنزعاج الأجواء يعني تقريبا فيها نوع من أنواع التركيز على البيت والعيل خلال ساعات النهار حاول أنك تسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته قدم المساعدة لللي بيحتاجها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر